لأدل العكس على نهاية الميركاتو الصيفي بقى ما يقاربتني نسبعين ساعة وغادي تسمع لي ياسد البابا جاواد فإلى فرقة قوة تركيبه دياله رمه غدا شعني هادلعام أما إلا بقى الخاصة في البوص ركون أكيد أن الترقع ما غاديش يخرجك وبما أنني رجاوه أفتخر أفرغني فقط على الميركاتو ديال فرقتي ميركرو كل شيء والحب الراجا الراجا جمهورها رسمالها مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي سيكون فقط على الميركاتو الراجاوي فإذا كنت توجد في هذا الفيديو هذا دعي معك اللايك التحت حيدي من البلاسة والفرقة أو لاورركة أو لاورركة أو لاورركة أو لاورركة أو لاورركة اشتركوا كمانتر أما إذا كنت جديد تسابسكرايب وزيّر لي يدك الصمتة وغتيالا بينا نبدأ نهر تسعود شهر تسعود ٢٠٢٣ يعني نهر الصبت مع ١١٤٥ دقيقة الباب ستسدى الميركاتو وسيتكمل نصف نوصين بذلك الشيء الذي وجدت في إنتظار شهر واحد لكي ندخله في الميركاتو مدلة قليلة يعني إذا لم تبنى حدابة سنجلبه في الشا لا فكرة غالطة يا صديقي أولا تعاقدات في الشا ليس بحال الصيف عند الشا أغلب اللاعبين يكونوا مازال عندهم عقود مع أفراقي وفي حالة ما إذا ستجلب شيء لاعب في الشا سأكون أكيد أنك ستخلص علي الدوب لذلك الشيء التي ستخلص عليها في الصيف زائد أن الميركاتو الشتوي يكون فقط صحيح الأخطاء الميركاتو الصيفي يعني بوست واحد جوش قائل كثير ومستحيل أنهم يكونوا في المستوى الكبير بحكم أنك على أفراقي يقلبوا على الاستقرار لفرقة ديالهم وصعب أن فرقة تطلق لك شيء لاعب منها يعني لكي نعطيه خلاصة لذلك الشيء كامل ويا هذه الثلاثة أيام هذه اللي بقعت أهم الميركاتو الشتوي كامل الراجع فرقتنا؟ فالسؤال اللي عندي وعندوكه عند كل شيء واشدرنا الميركاتو مزيان؟ الجواب اللي هو الله أعلم النتائج والأداء اللاعبين اللي جبنا هم اللي غادي أكدو لنا وغادي يقولوا لنا هذا الجواب سؤال ثاني واشديني مراكز الخاصات كرأي شخصي كبالي يبلي باقي سؤال ثالث واش قادر ينضروا شيء بهذا الشيء اللي جبناه؟ الجواب غادي يكون الله أعلم الراجع العالمي اللي بدأ الميركاتو بأول لعب اللي هو دومينغو وسلاهب موهو في انتظار في حالة ما إلا كانت شيء مفاجئة في الثلاثة في حين أن بين هذا اللاعب اللول والأخر كانوا عدة أسماء في عدة مراكز كينين اللاعبين اللي ضمن الرسمي ديالهم من الماتش اللول وكينين اللاعبين اللي اللي أخذوا دقعة قليلة وكينين اللاعبين اللي باقي مقاسوك حتى كورة وباقي مخدوك حتى دقيقة رسمية مع الفريق وكينين حتى اللاعبين اللي جاو ومشوه في نفس الشهر سنضع طيران قدامنا وسنضع جميع اللاعبين اللي جبناه باش نشوف واش بصح مازال عدنا مراكز الخاصة بداية بالشبكة اللي جبنا فيها باعي قلب الدفاع خفيف فقط الأظهراء بالعامري والجديد من البولكسوس في الظاهر الآخر وسط الميدان المبارك والجديد من آهولو وكينما محتبوا غرين أو دومينغو أما الهجوم لدينا أي من حسين وموهوب كرأس حربة والأجنيحة نفتي ولو أنه كلاب حتى كثانية ألعب يعني باش نكونوا واقعين وباش بلا ما نكتبوا على رأسنا الميركاتو السطيفة في هذا العام هذا الراجة دار التقويف جميع المراكز مع الدجوش دل المراكز والليهما جناح أيصر وقلب الدفاع بديل الخفيف والمقدم العراسي والجميل فضل الميركاتو هذا وهو أنه الميركاتو ما زال متواصل وبدأوا الميركاتو الرسمية يعني فرصة مناسبة للمكتب والجمهور لكي يرى الخلل والمشكل فيه ويتم تداروك الأمر فيه عكس باقي الميركاتو هذه الكلمة إذا لم تكن صحيحة ما علينا عكس باقي الفشارات اللي فاتوا دل الميركاتو اللي كنت تدير الميركاتو تجيب لاعبين وكي تسد الميركاتو عادة بشكل دول الميركاتو الرسمية يعني إذا لقيته شي خلال مشكل عودها الرأسك حتى الميركاتو وكي تدير الميركاتو أو نقول لي حتي فوت الفوت وكي تدير الميركاتو هناك جزء الأول للبطولة التي فيما يقالها بـ 15 ماتش إلا لاشيتي فيهم رمق عندك ما تصلح والخدمات العام كنتمش في الزيرو بسبب واحد أو جوجة للانتدابات اللي انسيتهم أول مدرس يوم وقلت لنرقع بشي حد حتى الاشتراك مراكز الخاصات حاليا كيف قلنا اليوم الدفاع وجناح أيسر وكيف ديما في المكي يكون الروج وكيف يبنش بلان فراجة خاصة صفحات الرسمين يخرجوا على السيطرة وفقط في المدة هذه القصرة اللي بقيت ترتابطوا بزيف ديلا الأسماء بالراجة وهما أصلا مكينش فقط من أجل خلق الطاجيج ولي في النها سفق على سبيل المثال في البوست الجناح لانترتابط الجناح العراق وقال لك بلي رسمين بودريقي يجدد الاتصالات فاشل تنشي تسوي البودريقة سيقول لك أصلا هذا شي ما في خباريش وكين حسن اللي شاف الآن يصور تصوير الفحص دياله مع الراجة وقال لك بلي السيد بغير يرجع ولا معرف أنه حاليا الفريق مبقى غادي يجيب حتى شي جانع وغادي يكتفي فقط بهذا الشي اللي عدنا إلا في حالة ما إلى المكتب الحالي يبغي ديرنا شي مفاجأة أما البوست الآخر واللي هو الدفاع واللي حتى هو اكترات عليه العادرة ونقدر نقول لكم أن هذا البوست هذا كينة في شي حاجة وممكن ما تكون في حتى شي حاجة خصوصا أن الأسماء اللي مقتار حين على الراجة واللي فقط سيكونوا انتدابات من أجل انتدابات وكيبال يمن الأحسن تعطي فرصة لأولاد المدرسة لم تخشغ وما تعطيهاش لواحد الشرف والحموم لا يعطيه بش على شهر وهنا الحديث سيكون على لاعب الوزة سابقا ولدوز فترة اختبار في الراجة واحد الوقت أو بعيدة لنا بسبب الموت السوى دياله ولكن من بعد أن الراجل لعبت جوج ديال الماسرة وتكتشف أنه بصح الراجة كتعني دفاعيا بانوا أخبار على النوع أو ثاني أو لم اقترح فإذا كنت سوف نرى لاعب قيمة الراجة مرحبا أما إذا كنت سوف نجيب واحد فقط لكي نتسمر انتداب الخدمة التي تدرت في الميركات والذي بكل واقع هي خدمة كبيرة وخدمة قية من المكتب وتحييله من هذه المنبر سوف أكيد أنكم ستضربها في الزيرو أكيد حاليا لم يكن هناك شيء رسمي لم يكن هناك شيء لعب أنه قريبا ولكن في الساعة المقبلة في أي لحظة تستطيع أن ترمي عينك حتى تلقاها في الصفحة الرسمية فكيف يقولون من الجمهور الراجوي يكشف الأسماء اللاعبين التي سوف يأتي وكيف يدخلون فيهم فراق أخرين فاللهم أسماء بحال هذه اللاعبين والأسر بالمثال هذه المدافعة اللهم يتكشف بشيء المهم ثلاثة أيام ممكن أن يكون هناك الكثير من الحواج وممكن أن تكون هناك شيء كما ممكن أن تكون هناك شيء فنحن نحن إلا الإنتظار ونرى الخلاصة من المركات الراجوي كيف سيكون وكنتمنى أن إذا كانت تكون خلاصة بشيء يكون من قيمة الراجوي المهم لكي تشاركوا معنا الأراء ما هم المراكز الخاصة التي يبنون يكون مازال خاصة ومتم المعالجة مقبل نهاية المركات الصيفية وماذا تبعلكم في الأسماء التي تنتشر في المحيط الراجوي وماذا يستحقوا وقدروا ينسلوا الخصاص أو لا المهم هنا سيكون وصلنا لأخوان لا أعجاب لكم فيديو خفاف درايف جينيو فقط على المركات الراجوي وهذه المدة التي تبقى كثيرا لايك وكمنتر وسبسكرايب كما نقول لك شكرا وحاليا بقليغة نقول لك